سلامة لجميع اليوم دعلمكم كيف تعملوا صلاتة كسكس كتير لذيذة بيزمني كوبان من الكسكس المغسل والمصفة جيدا كسكس من اي خشون يعني مش مشكلة ناعم او خشن انا فضل الخشن للصلاتة بدفلوا ربع كوب من البقدونس المغسلة والمصفة جيدا والمعصورة جيدا نفس الشي بصل ربع كوب من البصل كمان مغسل ومصفة جيدا ومعصور ربع كوب من الجزر المبروش ربع كوب من الفلايفلي المفرومة مكعبات صغيرة ربع كوب من السلري كمان مفرومة مكعبات صغيرة الدفل نصف كوب من زيت الزيتون ونصف كوب من عصير الحامض الطبيعي بحطولهم رشة ملح حسب الزوء ورشة أرفي كمان حسب الزوء ورشة فلفل حلو فينا نستخدم برهات كوسكس إذا عنا بيطلع طيب كمان او البحرات هذه ونخلط جيدا دايما بالسلطة ان كان التابولي او كسكس كل شي رطوبة لازم يكون من زيت الزيتون او الحامض او الخضار ما لازم يكون في رطوبة من المي دايما لازم نصفي من المي جيدا هيك بتكون خلصت سلطة الكسكس بدي حتى ب بصحن هيدا مش صحن تقديم بس عادتا لازم نحطها بشي غميق وفينا نخزنه بالبراد تقريبا مندة اسبوع بالضايم ناكل منها شوية كل يوم حد الاكل سلطة مغاذية جدا هذه السلطة كتير صارت مشهورة عالميا بكل السوبر ماركت بامريكا وكندا واروبا بقدموها كتير مشهورة ومن حي شعب المغرب العربي الجزائر وتونس والمغرب والمغرب على هالاكل اللي تشهرت عالميا اللي منفتخر فيها بدي زينا بدي حط لها بنادورة فينا ما نحط بنادورة بس هيك انا خيار من يعني لقمنا سلطة بتعطيها منظر حلو نحط لها شوية بدي حط لها بنادورة هذه السلطة وبحط لها كمان بدي حط حوالي جزر ببروش شوية جزر وشوية بقدونس على الوش شوية جزر وشوية بقدونس وهيك سلطة الكسكس بتكون صارت جاهزة للاكل بدي دوقة متعقد كتير طيبة وكتير بتفتح الشهية منصحكم تعملوها وتكلو منها كل يوم كتير هيدا فينا حطوا بالبراد انا بنصحكم تستخدموا هيك نوع من من القواني للسلطة لانه فيكم تغطوها بتحطوها بالبراد بتاكلو منها كل يوم لمدة أسبوع تقريبا بتمنى يكون هالشريط تعجبكم فيكم تفتشو في اليوتيوب تحت ايها البلانات لتشاهدوا أشيطة أخرى إليه أو تضغطوا على الرابط أسفل هالشريط وما تنسوا تعملوا يسبسكرايبي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة